رحمان إبراهيم محلل تقني سمية ناجح أخصائي علاج طبيعي طبعا في ابتسامة من مهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لبطلات النادي الأهلي وقدمنا تتيانا بوكان المحترفة وقابليها شروع فؤاد كابتن فريق النادي الأهلي وفرحة واضحة على وجه السيد أمين الصندوق لوجود نجمات آية حمدي قدامنا دعاء محمد معدة الفريق وأيضا دعاء الغباشي ميار خليفة وبرضو عندنا نجمات لسه دخلين جداد مع النادي الأهلي علياء هاني وعندنا نادي حمدي بمجهودها اللي شفناها كان واضح سهيلة وزينا العالمي ومي غزال وفرح عمره قدامنا لعبة تحت 17 سنة بيدفع بيها النادي الأهلي والجهاز الفني عشان تبقى نواه نكحة للمستقبل سلمة يوسف وليبرو الفريق نادا وليد ونهال جمال قدامنا لعبة متميزة لبرو أيضا مريم سروت وكابتن إبراهيم فاخر الدين المدير الفني للفريق وكابتن محمود الوزير المدرب العام وإهاب حسن مدير إداري محمد حسن محلل الأداء نادر نشأة مخطط الأحمال الدكتورة هدير وحيد طبيب الفريق الدكتورة ياسمين محمد أخصائي العلاج الطبيعي أسماء محمد مدلك الفريق نادر راشد أخصائي نفسي محمد شريف أخصائي تغذية وبكده بنهني كلنا كل المقيمين على النجاح الواضح ده مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب لمنظومة رياضية ناجحة استطاع بيها أن يحصد نجاحات من خلال تتويج النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري العام المصري قدامنا المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وصورة تذكارية جميلة مع شروق فؤاد تتويجا بمسابقة الدوري العام المصري مليون مبروك لكل محبي الكرة الطائرة من جماهية ومجلس إدارة ونشاط رياضي واتحاد مصري قدروا البنات دولة بعد تعب ومجهود وجد وفعلا مشقة كانت كبيرة هذا الموسم أن يحصدوا هذا التكويج إلى فوز ونجاح واضح جدا على أداءهم لسه التقدم لسه في بطولة الكأس إن شاء الله والبطولة الإفريقية بمجهودكم وتعبكم وإن شاء الله يبقى في مزيد من البطولات والمهديليات داخل صفوف النادي الآن من اليوم مبروك قدامنا فرحة وصور تسكيرية جميلة جدا لنجمتنا نجمات النادي الآلي بالأمس كان هناك كان هناك اجتماع مغلق مع الكابتن الخطيب في الفندق والجهاز الفني والإداري المعاون علشان يديهم الدفعة الكابتن محمود الخطيب يدي لهذا الفريق دفعة مهمة جدا قدروا إنهم يحققوا الفوز وقدر إنه هو يرفع الروح المعنوية داخل صفوف الفريق واستطاعوا إنهم يفوزوا بثلاث أشوات مقابل لشيره الجلسة واضحة والحماس واضح من الروح القتالية في أداء لعبتنا في أداء كل محبي الكرة الطائرة استطاعوا إنهم يفوزوا عن جدارة واستحقاق في مباراتهم الطائرة مبروك لجماهيرنا مبروك للنادي الأهلي مبروك لكل مجلس الإدارة مبروك للكابتن الخطيب وألف ألف مبروك ومزيد من التقدم في رياضة الكرة الطائرة وبطولات وميداليات داخل أروقة النادي إن شاء الله في البطولات القادمة شكرا وإلى اللقاء كان معكم محدسكم أسامة أبو زينة شكرا وإلى اللقاء وألف مبروك